هلو مابيوريز و أهلا و سهلا فيكم بي كوناتي و أخيرا قررت أني أعمل لك دراماتي على كوناتي سالة لذلك مما أعمل تلك لك سالة لفترة عم برجاء الألمان الترابيه للكات النعمة لكي انا هاللكات اللي بحبه بس كتير ممكن كنت عمسوا بأصاس دراما شوي و ازهقتوا من الأصاس السيبل فهرز يو دراما جايز بيها التوتوريولز تعملت مستحضرات نازلة جديدة بالماركت كل البرودكت تقريبا يعتبروا جديد نازين جديد و هيك حبيت أني خلط شوي بالألوان هذا اللوك شفت شي كتير قريب علي على الإنستغرام و كتير لفتلي نظري قلت خليني جرب أني أعمل مثله ولكن شفتوا على الإنستغرام كان كحلة أكتر و سيلفر أكتر إذا حبّنت تشوفوا كيف عملت هذا اللوك تابعوا الفيديو و كمانا ما تستبعوني على صفحتي على الإنستغرام و أنا كتير بنزل هناك يعني it's my main platform فلات ستارت أول شي حبلش بالكيزهير يعني حبلش بالعين قبل الوش واستعمل الشيب تيب مرتارت كبرايمر للعين أول السبح ستكون الحواجب فهستعمل هيدا للجل بوت من كات فاندي باللوم ميديم براون هيدا عبارة عن جل للحواجب بداين كل نهار واتر بروف يكون تتسبح وفيما بتزحزح ومحلو هزعو بانجل بروف بشكل كتير خفيف بتكون نتفي صغيرة من هالبرودك لانه كتير بيدمج فانتبهو يعني it's tricky لانه بتكون نتفي صغيرة بعدين هلأ حياخد الكيك لينر او الكيك بنسل لينر اللي هو نيو برودك من كات فاندي وحطو على حوالة الرفن المتحرك بعدين بيخد بريشة مدورة وبزعو نزول يعني ما بدي اطلع برا الخط هيدا البنسل هو عبارة معمول خصيصا to cake it يعني to blend it اللي تعمله فيه smokey look ولما ينشف بيصير كاملة completely waterproof هكمل حوالة الجفل متحرك واخد نفس البروش وادمجه بعدين هانتقل لبروش ارفع ومروصة اكتر لحتى كون دقيقة اكتر بالخط لا ترسموا ايلانر سهل خدو shadow shield هاو دي بتلقون على سوق دوت كوم هحطو المحل ما بدي يكون طرف الايلانر بعدين هاخد القلم وارجع ارسم ايلانر وادمجه متل ما انا بدي اذا غلطتو كتير سهل تصحيحوا لهذا القلم ففيكم تاخدو نفس الكنسيلور shape tape وكنسيلور brush وتنطفو الاطراف هلا هاخد نفس القلم بس باللون الابيض بكل الاسمم حتكون مكتوبة بالdescription box هحطو على نص الجفن وادمجه باصباعي بشكل سريع لحتى يكون متل primer لللون اللي بدي يحطو بعدين هلا هايخد هايدي الفيغان بالت اللي هي نيو بالت كمان من kat vendee واخد لون equality اللي بيجي لون بنفسها جي فيه وحطو فوق اللون الابيض لحتى يبين لونه اقوى احاول قدما فيه بدي خلي الاطراف طبعا لون الاسبد يدلون معالمين فحركز فيه على النص وحاول اني ادمج الاسود على الاطراف هلا هاخد هادلون الاسود اللي فيه لمعة دهبية بنفس البنسل بروش المروسة وعلم الاطراف لحت عاطي هيك يبوب شوي كأنه متل اللون عم يتغير على حسب الضو هاخد اللون الازراء وحطو على نصف سرجة فيه متحرك بس بياصبعي هادي الالوان افضل استعملهم بالاصبع حتى كيتبين على البالت انه استعملوهم بسبب يكون احلى من البروش هلا لاحطة اعطي كمينا شانجون اكتر هاخد لون ذهبية وركزو على نص 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 جفل متحرك فيكن تكتفو بالمسكرا بس حاب يكونوا اللاشز درماتيك فور ديس لوك فامنا اعطي ديس درماتيك لاشز من بنكي جوت هلا حنوضف كل تهرد اللي صار على وشي وبعدا ناخد ديس برامر من ديور باكستيج والفاونديشن هيكون كوفر اف اكس ميكس مع الراديان سكريم من ماك هايدي الخلطة فزيعة لانو هيدا الفاونديشن بيجي فول فول كفريج فبدي خففو شوي لانو كتير سميك عبارة عن بيور بيجمند فبحط معو هيدا الكريم بيصير هيك بيمد بشكل احلى واسهل ونفس الوقت بيضال فول كفريج عموزوها ببروش اول شي وبعدا نحن مثل اعملو بلندينج بالبيوتي بلندينج ومثل ما شايفين اتس ان امايزنج فلاولس فاونديشن برجنا نفس الكنسيلر شايب تايب باللون لايت ميديم وبضوي اكتر تحت عيوني في اخد كنسيلر برش ونضيف جوه العين اذا حازت انه بدي شوي كاللو كي تكون بديو تنضيف اكتر عم بستعمل هادا البرونزر الجديد من اللامير بيعملو هادا لمدة ادشن كل سامر فلا 2019 نزلو هادا الادشن وعم بستعملو اوتس بيورفول ناتشرل برونزر متل ما شايفين هايخد نفس البرونزر وعمل متل دفينيشن للعين فحوحطه على شفل متحرك بس ليعطي حركة شوي بعيني اكتر وكمانا فوق الاسود تحطي اعطي كمانا متل شادو او شايدز بلا ما تنتبهوا بس هادا الطريقة بتبين او بتعطي مثل كيف دلكون مور هيكي متل اكشن للعين ودل ما يكون اللوك فلات فبتعطي حركة الهالة رحيكون فاير كريستل من فانتي بيوتي لانه بحزة تبقى كتير على هادا اللوك العين وحارجع للمسكارا وعلم اللوور لاشز وقدمج معي لاشز مع الفيك لاشز اللبس هيكون هادا الجلوس من ماك بيجي على لون هيكي بنك كتير فاقة كتير ناترول و دا ستلا لوك guys و دا ستلا لك لليوم شاو تكونوا حبيباتو اذا حبيبتو او تركوا لايك بالفديو وكمان حطولي بالتعليقات شوه اكتر برو داكت لفات لكم النظركن محب اعرف هيك شو القصص اللي بتلفت لكم نظركم او بتحبوه اكترشي او بتنتبهوها اكترشي ما تستبعوه على الانستجرام ترجمة جدا و شكرا و شكرا Win a next video باي شكرا